هنا نتحدث عن مايسترو واحد لكل هذه العمليات حسب رأيك وهو الجيش أو المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية أو يعني قائدة جيش قبل أسابيع كنا أجرينا معك حوار بعد تدخل الجيش مباشرة في عملية الإزاحة والسجن وغيرها هل لك أن تضعني في صورة ما حدث هل تغير أي شيء منذ ذلك التاريخ حتى الآن ما حصل هو أنه أسلوب اعتقالي من المحكمة العليا في إسلام آباد وكان الجيش أو القوات الخاصة هم الذين جاءوا لاعتقالي وعملوني كأرهابي كانت هناك ردة فعل تجاه ما حصل ولكن كل الأمر كان مدبرا واستخدموا واستغلوا ردة الفعل لتذكيك الحزب بأكمله لأنه خلال 48 ساعة كيف بإمكاني الزجب السجن بعشرة آلاق شخص كيف يمكن تكون مثل عمية القمع هذه ما لم تكن مخططة أو مدبرة فكل شيء كان مدبرا حتى أسلوب اعتقالي أو كان الشرطا تفعل ذلك أو حتى اعتقالي أنا رجل بعمري 70 عاما لست بحاجة لقوات خاصة لاعتقالي فالمسألة كلها كانت مدبرة ردة الفعل بالتأكيد كانت ستكون هناك ردة فعل لكنهم استغلوها لأسعي لتفكيك الحزب بالكامل وفي الحقيقة في عام 1933 أدولف هتلر فعل نفس الشيء البرلمان الألماني في برلين حرق واستخدم ذلك كذريعة للسعي وراء خصومه وهم الشيوعين ودمرهم بالكامل